التحية لكل شبكة مرسلة الشروق في كل مكان في السودان والتحية خاصة لأهلنا في ولاية تنية الأبيض بحربيض وتمتد التحية من هنا من داخل السوديو لأهلك يا حمزة في كوستي وإلى كل الأهل في أني لا يبدو نحن كل أجزائه لنا وطنه أكيد حمزة بنتواصل معكم أستاذ المشاهدين في كل مكان عبر صواحة الشروق يمكن يكون الشعر واحد من الأشياء التي دائما ترسم المعالم والتي ترسل الرسالة الواضحة إلى كل مكان أو إلى كل زول في واحدة من الفقراء صباح الشروق كان يصطفنا شعر أحمد حسين الديامي وكان الحديث معه حول الشعير وتقربته في الشعير وكان الحديث طويل جدا والآن يعود لنا من جديد لقراءات شعرية متميزة لشعر شبابي ناشي في عهد جديد أحمد صباح الخير عليك مرة ثانية ما غنيت عشان شهرة ولا غنيت عشان الغاب بكذب شعاري من فكرة مناية تفرح اللحباب بكون أحمد حسيني أناس وليه أرض الوطن حباب عليه بلد الدويم شبيت بلد فيها الحنين منصاب وبدرس هندس البدري قسم مدنية رفتي وصاب هناك في بربرة طيبة ومكان الجامعة في القدواء وصيلة وسمحة بيناسة وتلم أخواني والأصحاب وصيلة وسمحة بيناسة وتلم أخواني والأصحاب مرحباك حمد ما شاء الله ده التعريب بتاعك الشعر ده ده التعريب صباح الخير مرحباك حمزة صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين إن شاء الله نكون خفيفين ونزل عليكم أهلا وسهلا طبعا مشاهدينا للربط أنه أحمد كان معانا في الحلقة السابقة ولكن قطع الحديث انتقلنا مباشرة إلى عاصمة جنوب سودان جوبا والشيء يميز الآن الجسدي إنه بعد التحقق عملية السلام واتفاق السلام اللي قطع الحوار بينه وبين أحمد أحمد عاد بعد السلام وشاء الله نستمر في رسالة السلام كان عندك رسالة السلام ولوم بالنسبة للنصري اللي هي ممكن نعيدة تاني ونديها الطابعة الآخر طابعة المنادة بالنسبة للنصري اللي يعود للساحة الفنية مجددا اللي فعلا نتمنى عودة الأستاذ ملك الطنبور محمد واسمان النصري إلى المسارح مرة أخرى بقول سلام يا النصري كيف حالك وكيف الخلة والأحباب وكيف حال الشمال يا أخي عوافع إن شاء الله يا الأرباب وكيف طنبورك السحري بشوفني قريش وشحة وغاب تعال راجع كفاك الرحيل تعال أيامنا صودة خراب بدونك فاك دل المعنى وتعال ملا نبل العجاب تعال غنيلنا في عزة وفي البلد الصبح مسروق تعال غنيلنا في نيلنا عن الطورية والواسوق تعال غنيلنا يا إنسان أصدح بغني واتشوق عشان إدت العلاج عندك ومنطينا السماح مخلوق تعال صبرية باكية شديد معاها أماني والعابرات معالي للغلابة شكل وقولي نقلل السفرات وسيف سيكا كالرحيل ورجع تعال سباركي والكاميرات كتير مشتاقة للطلع ودوام تتمسى بالعبرات كتير مشتاقة للطلع ودوام تتمسى بالعبرات يعني يا أحمد يمكن الشعر ده رسالة كبيرة جدا وكمان في هذا الشعر جسدت أغنيات الفنان العظيم النصري أن يعود للساحل الفني مجيد أنا أعتقد أن النصري بعد سماعه للكلمات دي سيعود وحيني للطبور يقدم جميل الأغنيات إن شاء الله طيب أحمد يتاهتمامك كثير جدا بالشعر خاصة نشان نقول الشعر الغنائي المتميز هذا دي نعرف العمال الجديدة بالنسبة لك هل في ديوان شعر يطبع باسمه؟ في ديوان شعر اسمه حوش مدرسة وثاني في مشروع جديد بتاع ديوان شعر اسمه أحلام العمر اللي هو قرر يكتمل وما يشوفه إن شاء الله لكن دي ما بقوله الشيء المؤخرنا الدراسة بتاعت الجامعة الواحد قدر ما يلقله فرصة من جازات الجامعة وكذا يواصل في برنامجه الماشية على واساسه متكلم عن حوش المدرسة 200 يعني هو طبع ودشين ولي لسه تحت الطبع لسه تحت الطبع إن شاء الله بيحتوي شنو يعني على مجموعة من الشعر المازج ما بين الشعر الدارجي والشعر الخصيح بيحتوي على عدد من القصائد الدارجية كلنا ليه عنوان اللي هنا دايما خصوصية في أي عنوان أو بيت شعر أو اختيار المسمى يعني أصلا عندي قصيدة اسمها حوش مدرسة يلا كتبتها مؤخرا وعجبتني شديد فاخترت اسم اللي اخترت اسم لشنو للديوان طيب نسمعه طيب خطر بيحوش مدرسة وابوي غفير ما عندو شي لكن ظول طيب خلاص تلقاه مبسوط منتش ودائما بيتغني للعمل من التخاظل بختش وكل هم ولقمة تكون حلال كان كسر أو حبة نشي في جمه ليهو بعد تعب كان حتى من بعد العشي وابو يزولغ بشوطن باقي لعزة ومفخرة وفي لحظة الآذان بيقوم حاشاه نوم أو جرجرة بمرك يصلي مع لغوش جافس تيزوز والمقدرة وبرجع إجينا بعد ذكر من حلقة زاهية ونيروا قبال دوق شاي الصباح بيهم بملل مزيرة وشانيشرب الطلب وارتوه ويبقى الوضع في السيطرة ويقعد معانا على الحويش لمة وتناغم وقرقرة والحجة بهناك ساوية شاي وزلابية طاعمة مقمرة ومعمولة بحب وامتنان لا فيها زيف لا فشخرة ومكسومة منها حلتين للبيع عشان ما نجيب دقيق وبصل وكمين سكرة وسيبك من الباستة وحليب ما نحن ساكنين في درة بعد الشمس تعلن وصول بمرق بكوس درب العلم ومعاي خياتي الصغار والحجة بتشوف ليها ضل تفرش عليه حاجات كتار حشوات ولعبة حظ جميل ونبق ومعاه شوي فشاره ان شاء الله حظه يكون جميل هل راكز الشد الحمار دا بكون اخويا عبد الرسول بنقول على الملج الخدار انسان وطيب وفيو حنان لأمي وخواتي الصغار برجع معاشا فقل مغيب برجع مجرتك بالنهار لا كلا من ظرف الحياو دايما بكوس الانتصار دا البيت كده نحمد الهنا ويوت نزيد راجين عشان باكر سمح راجينه لينا يكون فريد نقرأ نحضر ونشتغل وندوزنا لأفراح نشيد لكنه لو الحال صلح لكنه لو الحال صلح من بيتنا ما بمرق وليد ما أصله شالنا على الفقر ودانا من متكب جريد قوانا في الزمن الصعب خلانا أصلب من حديد راجين وطن طيب جميل ماقص كتير فاقت شهيد راجين وطن يسع الجميع دايرين وطن مشرك جديد دايرين وطن يا سلام وطن يسع الجميع يا سلام يعني لو كان في صوت شكر وتقدير واحترام ووفاء لأمهاتنا الحبيبات وخالاتنا الكادحات دائما نحن صغار نحن تربينا على يديناهم هم وقمنا وشفناهم في الحياة هم يعزين لغمة العيش الحلالة اللي بدخلوها بيتهم بالنسبة لأولادهم وكبروا وعلموا ونفتخر أنه هم السيدات يعني امتهنى مهم مختلفة جدا وقدرا أنه يربوا أبناؤهم وأحفادهم كمان دي رسالة محبة وتقدير لو تكلمنا في جانب آخر عن انت غير اهتماماتك الشعري عندك اهتمام في الجانب الإعلامي صحيح وعنده مزجي غريب كده هندسة إعلام شعر ويتماسك السوق يعني يا ماشا الله يا أحمد يعني التقديم الإذاعي ودوره برضه في تأهيل الشعر يعني نحن نتكلم عن تقديم الإذاعي ويتكلم عن الشجاعة اللي بتخلي الشخصين يقف أمام الناس ويتكلم عن تفاصيل وحاسس مختلفة حتى لغة الجسد ممكن توصل مفردات بعين يعني يعني فكيف مسجدة وقدر كيف ممكن أضاف لك انت كأحمد شعر طيب أنا أصلا في البداية كنت أقدم البرنامج الصباحي في المدرسة لزمان طابور الصباح طابور الصباح زي ما أقول ومن هنا كانت البداية بعدها الواحد انتغل من مرحلة إلى مرحلة دخلنا الجامعة شاركت باسم الجامعة بالشعر حرست في المركز الأول الحمد لله في جامعة الشندي الفترة المرة البعادة شاركت بشنو تقديمي زاعي الحمد لله برضو حرست المركز الأول في جامعة دونقلة على منافسات القطاع الشماية أضاف لي شديد التقديم يعني كونه إنك تقفي مسراح دي أصعب البرامج طيب قدم الجمهور فعلا الله لكن فاحد قال لو يتبدد الضل الغيمة عبي خطاك إصرار وعزيمة أخوض النار معينك حافظ يا جميل يا فيه يمكن يكون يعني أشعارك وكلماتك التي تقديمها فيه إصرار وعزيمة لأنك تريد أن تصل إلى الحياة التي تريد أن تتصل إلى فيها يعني صوت قوي جداً بأن الحياة التي تريد أن تصل إلىها قدمت لأحمد النصر شعر وليسا لازلت تقدم له لأحمد النصر عود بفضل الله ولا ثم بفضل كلماتك التي قدمتها ستمشي في مجالك الشعري ناله إتعينتك رؤيتك التي تريد أن تعملها فديدي حياة بالنسبة لك مهمة جداً لازم تمسك فيها كويس المبادئ والحياة الزائدة فلو سمعنا شعر يتكلم في الجانب ده أنه أنت تصير على الحياة بطاعتك حتى ما تصل إلىها أو شعر يدعو للأمل يدعو للتفاول يدعو لغدي جديد طيب أنا عندي قصيدة لكن الآن ما مستحضرة أو قلتها في عدد مغواطة الفضائية عندي جديد كثير طيب تفضل طيب دار ديكم قصيدة يهدى لأبناء خالي بابكر محمد الزمل أو بابكر شقورة ويقول رح يا قلم نكتب والغوافي نجيدة في الفوق مخصال نادرة وتملي فريدة ناسيو عزوتي ليهم معزة شديدة داير أو في ليهم بغوافي مجيدة ببض قصيدة بالدعوة المناية قبولة يرحم خالي بجنة وسرر ممهولة سرته يليه للآن بالذكر موصولة أرباب سيد شهامه وشخصه كان مقبولة خالي القارحة دايمان فعاله تسر خلف بعض أولادا نسلهم حر راكزين صبه في اليوم الدمو مدخر واحدهم ببرز و بزقي خصم المرق محمد قوله محتاج لك بتب عجلان زول أجواد وللمال والقرش خمجان ضباح السمين البكر مضيفان تفخربك قبيلته دولة السودان أحمد قوله جاينك ضيوف كمية صدر فيشان الملان همية حاشاه الجبن ضكرا وسباد حتمية وزنك في الرجال وحدك تفوق المية حقه وناية وسيد فدعه مغامه كريم فوقه خصال كثيرة ووصلة التعميم أبرايا المحكم وقلبه ضمه سميم فوقه الشكر خائل الراكز إبراهيم سليمان بسخ بالروح للعشيم والطار داره رخية من صح الحديث زي داري بكرم ضيفه بيطلق حرام إجباري فارسا منه يومات الخصيم للطاري عمر الشكر مهما دقول تقصر فوقه سنفو ضهب حلاي بديه معام يرسوقه انقصد الخصيم عمر المندر زوقه بصبح له السهر حتما بمحي روقه بختي مقولي لكن ما بلغت أمالي ودعي لكم سعادة وسلم المتعالي يلبيكم سريع القاصي بيصبح بحالي بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي الله يا ما شاء الله غايته أولى خلق دين بخلت لهم حاجة تحية لهم ببينة تحية لكل الأهل بالدويم وصالحة والدين محمد علي وباصل إبراهيم كلهم إن شاء الله لهم التحية كلهم طيفة جزئية أخيرة من اللقاء دا معاك نحن تكلمنا عن التغيير تكلم عن معالجة القضايا أنت في باستهلال كلام نقول ما غنيت عشان شغرة تغنيت عشان تعايش هموم المواطن تحكي عن تفاصيل ودائما منقول إنه الشاعر هو لسان حالة عامة يعني لأنه فيه اتهام دائما إنه شاعر لما يكتب شعر بيضف له طوالي يعني بقوله زولة مر بحالة كذا يعني التفاصيل دي فنتكلم عن معالجة قضايا المجتمع يعني ولو كان عندك في أشعارك برضو تفاصيل الوطنية الخالصة هذا ممكن نهديه لكل المشاهد يعني طيب زي القصيدة الفاتت حش مدرسة هي أصلا قصة حقيقي أنا لاقيت تولد في سنة تمانية سنوات تزعة سنوات ساكنين في مدرسة حقا ليه يعني الكلام اللي أنا كتبته ده كله من حكايته اعتباره مرضو من على الإجباء قضية شنو للناس الساكنين في المدارس دي العموم كده الناس اللي جاءوا اليوم شنو وتقيف معهم جميل طيب منقول تاني شعر عن الوطن لو كان في مستحضر كده طيب أنا أديك عن طيب ما بقوله الحياة اليومية طيب خدراحك كلنا ندعايش يعني تعيش جو كده جو كده جو كده جو كده المهمة أنا قلت ضقت الرقزة في الدارة وأكل عنا جاوي ضقت السفرة بالصحرة الصمومة يلاوي ضق جالست لسا محموي يهام ضاوي ضق دردشت في ناس تلوراه حكاوي ضقت السفرة بالطايرة والفلاي أمرات ضقت السرحة بالغنوم وبالبقرات ضقت النوبة والسبحة ومشي الحضرات ضقت الحلتة ترميز خوفمان بشفرات ضقت البدلة بالبني الجميل الداكل ضقت بتكة والشال والجكين الماكل ضقت عمارة في الطابق الحدايش الراكل ضقت روكة وحمزة وعليه مساكل ضقت الزرعة بالسلوكة لوبة وعيش ضقت الشدة بأصفة وانتباه في الجيش ضقت الجزمة كل حين تدخل الورنيش ضقت لعبت باليق الجهار والشيش ضقت الكيميا والفيزيو وعلوم الأرض ضقت صليت نوافل بعض تقضي الفرض ضقت اللكشة في الجامعة ضقت الطرد وضقت السينما والحاوي بداية العرض ضقت الخوة والرفقة السمح مضمونة ضقت العاقرة لقحت ونجح ليمونة ضقت الغنوة في الرأس يا المجرنونة ضقت محاي والبخرة الكثير كمونة ضقت الشاشة فيها ظهرت كمين مرة ضقت الفرة في الوادي وأخدت الفرة ضقت عبيت في دومي وشلته الفوق ضقت النسم والفريون ليالي الحرة ضقت رسمته بالأفورس وامتهشير ضقت قلوب كتار رجته انت خذير ضقت قفلت تلفوني وعملت شفير وضقت السربة والعقرة وشراب الزير وضقت السربة والعقرة وشراب الزير قصيدة يمكن يا حمزة جسدت مع الحياة كتير جدا نحن يمكن نكون زي ما انت قلت في بدايتك عايشنا وقلنا وعملنا معي سربت انت يا أحمد نحن طبعا الحياة دي بنهتم باي جدا وخاصة تحية كبيرة جدا للأهل في الريف دايما حياة الريف يا حمد حياة مقتلفة جدا حياة لها طعم خاص لها طعم مميز جدا وهي اللي بتشكل أهوية اليسار وبتخليه الحياة اللي عايزة بيمشي فيها من خلال زمن الطفولة فعلا والله زي ما ضدت هناك المناظر الطبيعية وكل شي طبيعي زي ما بقول اها طيب في شعر من الكنترول يا أحمد دهو الله نعم نحن بس في ختام الحديث نحن ما كنا عايزين الحديث ينتهي فأحمد يعني شاعر ممتاز جدا والحما من حقنا نقيم هذه التجربة لأنه تجربة ممتازة جدا طالما هي تجربتك أو تجربة مثمرت طالما هذه التجربة يا حمزة يمتدت إلى أن تصل إلى الفنان أحمد أو الفنان محمد النصري نفتك التجربة وصلت للحياة اللي عزيزة نحن في الخواتيم بتميلك التوفيق في رسالة أخيرة حاب تقول شنو في خواتيم هذا اللقاء أقول قصيدة أو أرسل تحايا أبدأ أخلاص قصيدة فير لنا بالقصيدة قصيدة صغيرة أرسل تحايا للوالدة القافل محمد الزمد بالشقورة بالدويم لوالد حسين أحمد إبراهيم وكل الأهل والأحباب بالدويم وكل عمادات جامعة الشيخ عبدالبدري كل من يعرف أحمد حسين بولاية نهر النيل بولاية نهر النيل طيب وعشان بربر وعشان نهر النيل أقول عشان ليس شوق عليه بربر عليك دوابنا والسكة علي القنجار والشرام علي معانيف والدكة علي الحبال والحفاب عليك يا طيب غلبيبك وقال حواش زوغ فريد أهل طيبة وهل حنكة وطنقيل الإرس والعصف وصاح ما فيه نلكة وبلد مجذوب سلام نقزو تريد خطوات قبيل سلكة وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدكة وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدكة السلام عليكم نقدرين أحمد حسين الشاعر الجميل اللي هتحبنا الكثيرين دمقراط الشعرية الصباحية ورسائل التوعوية في بريد كل المواطنين شكرا جزيلا كتر خيرك شكرا لك حمز وشكرا لك محمد شكرا لك الشروق شكرا نتواصل بحسات المشاهدين الكرام في كل مكان فاصل قصير يفصولنا من خلال هذا اللقاء ومن ثم نعود ونتواصل عبر صباح الشروق شكرا لك